حزين مقطع قولوا باللي بومدين يتهم في القبيل باللي عملاء هكذا يقولوا في هالكلام كم مثل ما رانيضو كنت تكلم انا قلمثا واحد يالله هزلك كلمة هذيك هالقبيل عملاء يكفيها وهم بعد يبديها يبديها يوم بعد يقول لك هاو السيد هذا هاورا وضد القبيل وهاو كده كي الناس هذي خدمتهم قاعدين يتبعوك هما في الزلات هاو موجود هاو واري بومدين يتكلمها وتشوف باللي هو بعيد عن الكلام هذا خلاص نهائيا بل يشكر في منطقة القبائل واستقبلوه استقبال كبير في تيزي وزو ها هاو موجود ها منذ مدة والعدان تعشاء بنتعنا بالقصوص المعمرين بل خصوص الكلون اللي احنا حاوزناها من بلدنا بل خصوص اصحاب الاموال اللي هما خلاوا البلاد اللي خلاوا القصور الشمخة بل خصوص الناس اللي خلاوا المعامل الناس اللي خلاوا الاراضي اقول منذ مدة وما لكل حال يحاولوا باش يبينوا بين هذا المنطقة لكل حال ها اسمع منطقة تختلف عن المناطق الأخرى انتع البلاد ها وشكل العنصري لكل حال قبل الاستقلال منذ عشرة سنين وحاولوا كذلك اثناء المعركة انتع تحرير وابقوا يحاولوا بواسطة الجرائد انتحم وبواسطة على كل حال الاذاعات انتحم يعني الراديوات انتحم والتليفزيونات انتحم باش يبينوا ان عاملات القبائل هي عامل على كل حال تختلف عن عاملات الجزائر وان على كل حال الناس او المواطنين في الجهة هم على كل حال ناس عنصريين وهما ناس على كل حال انتصاليين هذه الدعايات نسموها أيها الإخوة تسمحوا لي اقول في هذه المناسبة التاريخية اللي حاول واخدم في هذا الاستعمار وتعرفوا المبدأ انت على الاستعمار هو يدافع على القبائل يدافع على القبائل وميتهموا فيه بالعنصرية هاسم السياسة الاستعمار هي في الرفق السود حاول هو لكل حال اتبع انتاو باش يثبتوا ان فيه الشعب الجزائر حاولوا كذلك على مر العصور وعلى مر السنين ومنذ احتلوا بلدنا باش يقدمونا مناش كشعب ولكن عبارة عن طبائل وطوائف وجماعات متفرقة اللي ما يربط بناتها حتى شيء احترق هذا انه وكانت انه 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 في بلدناء لأنه على كل حال يعيش 133 سنة لكن ما استطاعش أن يعرف الحقيقة انتهى هذا الشاب وما استطاعش على كل حال أن يعرف المقومات الحقيقية انتهى هذا الشاب وما استطاعش أن يعرف النفسية انتهى الجزائري مجهل أو تجاهل أبسط شيء وهذا الشيء أن وحدة الشعب الجزائري أن وحدة الأمة الجزائرية هي لكل حال وحدة اللي انصهرت على مر السنين وعلى مر العصور انصهرت في المعارك العديدة المعارك البطولية انصهرت على كل حال في الدم وفي النار يقول لك بل يبحبه مدينة عن سوريا ويكره القبائل وكذا هو يدفع اليوم سادق مثلا هذه الباديسية إذا كان الانتساب إلى بن باديس كثير من الناس اللي هما من تسبين البن باديس من منطقة القبائل كي الناس اللي هما كانوا في جمعية العلماء وكي الناس اللي هما كانوا في أحزاب وكانوا في منظمات بل الان في هذه الجمعية العلماء اللي الان راهوا يفود هذا عبد الرزقية بالصوم من هم اللي راهوا من منطقة القبائل فيهم ناس اللي هما دكاترة فيهم ناس أستيدة جامعيين فيهم ناس اللي على مستوى عالي من الوعي ومن التفكير ومن كذا وكاين اللي هما كما قلت وكما نعود نقول ونكرر فيهم من المنافحين وفيهم من المكافحين على اللغة العربية والإسلام وعديد المساجد وعديد الزوايا وعديد المدارس اللي هي كانت موجودة في منطقة القبائل ويكفي عميروش هو نفسه كان من جمعية العلماء مولود قاسم عبد الرحمن شيبان كان هو اللي يقود في جمعية العلماء وهو من أحياها هو من منطقة القبائل فالأمور واضحة سمغ الإنسان اللي هو يحب يعاند هو كي الناس اللي هما استغلوا استغلوا هذه المسألة من أجل علاج البشي تخذوها كذريعة لمآرب أخرى هذا هي هاني جمت لك أنا مثلا التسجيل هذا وإن أنه هو ريب ومدين هو يدافع لمنطقة القبائل ويقول باللي اللي تسمى وراء هذه السراعات ووراء هذا الاسم هو الاحتلال وهاني قلت كما تكلم قال على عمالة منطقة القبائل قال على عمالة الجزائر يعني هو المصطلح المستقدم كانوا كما يقولوا يعني ولاية بالتعبير الحالي لكن تشوف الناس الأخ محمد قلت لي الشيخ ايتعالجات ايه شيخ ايتعالجاته كثير من من الناس اللي هما حماني كثير كثير منهم اللي رب يرحموا من اللي توفوا كثير منهم اللي هما منطقة القبائل والناس ما كانش تمشي بهذا المنطق هذا هذا المنطق رأهم غذاوة هو صحيح كانوا كأفراد كانوا كأفراد كانوا موجودين ولكن مش منطقة القبائل كانوا كأفراد كانوا موجودين والسرعة هذا قديم كان نسلهما كانوا يشوفوا فيها هكذاك لكن هو سمى السرعة داروا الاحتلال